قال النطق الرسمي للكريملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسيف لديمير بوتن لا يخطط للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستعقد أواخر الشهر الجاري في نيويورك هذا وتفتح الجمعية العامة للأمم المتحدة تفتتح في الثاني عشر من ستمبر لتبدأ المدولات السياسية الرفيعة لمستوى بعد أسبوع من الافتتاح في التاسع عشر من الشهر نفسه